المعارك الدائرة في المنطقة العازلة والتي يسعى من خلالها كلا الطرفين سواء النظام السوري أو الفصائل المسلحة وجبهة تحرير الشام الإرهابية السيطرة على مساحات ومواقع استراتيجية دائما ما تكون فاتورتها من المدنيين السوريين وهذه المرة عائلة سورية بأفرادها السبعة دفعت ثمن الاشتباكات جراء قصف جوي على بلتة سرمين بريف إدلب الشرقي بالإضافة إلى استشهاد طفل وامرأة جراء غارات شنتها طائرات النظام السوري وحليفه الروسي على مدينة الأتارب وبنش شرقي المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المرصد أشار إلى أمكانية ارتفاع عدد الضحايا لوجود جرحة حالات البعض منهم خطيرة وبعد معارك عنفة بين النظام السوري والفصائل المسلحة سيطرت قوات النظام على قرية كفربطيخ ومناطق أخرى في ريف إدلب ومن جهة أخرى وضمن تطورات المنطقة العازلة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول العديد من أرتال جيش الاحتلال التركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين عند الحدود مع لواء إسكندرون المحتل المرصد أضاف أن ثلاثة أرتال من جيش الاحتلال التركي دخلوا المنطقة ليصبح بذلك العدد الإجمالي للشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جنود ومدرعات نحو 195 اتجهت نحو إدلب وحلب ووفق المرصد فقد أعلن النظام التركي أن طريقة حلب اللاذقية والمعروف بم4 منطقة عسكرية الأمر الذي ربطه مراقبون باستقدام جيش الاحتلال التركي لتعزيزاته العسكرية